بيك ورحمة الله يحفظك يسلمك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال حول العمراء المفردة ما أنه على المستطيع حل تجيب العمراء المفردة أن جواب محل خلاف وبنظري لا تجيب فإن كان مستطيع فقد العمراء المفردة دون الحاج فلا تجيب ولهذا الذين لم يكن مستطيعين وأخذوا الحاج نيابة يتمكن أن يأتي بعمرة المفردة ولا يتحمل أي مبلغ فأيضا لا تجيب عليه وما ذكرتم المسألة من أخرى العروة ذكر هذا المسألة ومن قبله المحقق في الشراء وظاهرة في كتاب المعتبر بأن هذه الأمور من قصد الوجوب وقصد الاستحباب قصد الأداء والقضاء إنما هو كلام شعري وتخيلاته ولكن لا دليل عليها صاحب العروة في العروة يقول وظاهر أن جميع الفقهاء قبلوا به ولم يحش أحد منهم لأن إذا ظن شخص بأنه لم يكن مستطيعا وذهب إلى الحاج وقصد الحاج الاستحباب وكان مستطيعا واقعا فإنه يسقط عنه إلا إذا قيد وظاهر لا يقيد أحدهم فقصد الوجوب والاستحباب أنطل هذه الأمور لا تكون معتبر مثلا إذا ظن شخص بأن صلاة الظهر والعاص أنطل هذه الأمور مستحبة وقصد الاستحباب من دون أن يكون عامدة في المسألة فالظاهر تقبل منه وتسقط عنه الصلاة السلام عليكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا نشكر الأن بعض المؤمنون يأخذ أجراء على الحاج ما الحاج الدينية ما ولكن في نفس الوقت هو ما مغل في الحاج هو الحاج ما حاجب على الأجراء على الأجراء أو غيرها ما لم يؤذي الحاج أغل لا يقال ما يقال لا يقال هو للحاج لا شكو يعد الحاج النيابي. اسكال ما بي. السؤال عن الشخصين عقدة بالعقد المنقطع. وبعد انتهاء الزمان كان لهذه المرأة ابنة تون. وبعد الانتهاء هل يتمكن هي عقدة على هذه البنت؟ الجواب لا. إذا دخل بها فلا يتمكن أن يعقد عليهم. في القرآن من النساء التي دخلتهم بهن. في العقد الدائم والمنقطع من هذه الجهة لا اختلافات فيها. من هذه الجهة لا فرق بينهما. من العقد الدائم والمنقطع. والظاهر من المساة الأجمعية. أسأل على أنه قبل الدخول هل يصدق عليها أنها لا تكون ربيبة أو أنها ربيبة؟ الجواب الجواب وربائبكم التي في حجوركم من نساء التي دخلتم بهن. فإن لن تكون دخلتم بهن فلا أجلها عليكم. لم تكن دخلتم على أمين ولم يدخل بها. مثلا ماتت أو طلقها يتمكن يتزوج بإبنتها. لأنه لم يكن قد حلت له. لا تكون المحارب. السؤال من كان يقرأ مدة مدينة سبحان الله مرة واحدة في الركاع في السجود. وبعد مدتين علم بأنه كان خطأا. يجب أن يغضي صلاته. الجواب لا تعد يأخذ المقام. والفرض. وقالوا بأنه حتى إن كان جاهلا مقصرا. المرخوم الوالد كان ينقل على الميزة محمد تقشيرازي بأنه إذا لم يكن يقينيا فلا تعاد لقوة ظهورها. كنا نقول أنه يشمل فرض العامد أيضا. فالجاهل حتى إن كان مقصرا في جهله. فصلاة لا تفاجر إعادة. أنا لا تفاجر إعادة. ما هو من عليك؟ بال 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 السؤال حول أحد المواقع في الحج الجواب الكفار بلا إشكال وبالإجماع إن لم يكن له فيكون ما لا يطاق أما الكفار بالنسبة للمورد الضرورة فإن لم يكن هناك ضرورة فيحرم فإن لم يكن محرما وكاننا الضرورة فالكفار يقين موجود والمسألة الظاهرة لا تكون خلافية من مسألة إجماعية نعم هناك مسألة اختلاف بأنه البعض قالوا بأنه بالنسبة للليل يختلف بشرفتك بارون نيات بشرفتك تسينة واته أما ظاهرنا صحيحا منك السؤال قبل عدة أيام طرحت مسألة بالنسبة لله من افترض مالا وذهب أرادا يذهب للحاج لأنه يقال له أنه عرف المستطيع ويكون مالكا ولكن الفقهاء يقولون بأن هذا الاستطاعة لا تكون موردة ملاكا ولا دل خاص على أنه لم يكن مستطيعا الجواب انظروا ألا يقال فانا استطاع ومع القرض هل يطلق عليها أنه استطاع في يجب أن نرى بالحملة الشايع والمتبادئ أي بالمعنى الحقيقي يجب أن يكون هناك استطاع وليس المراد والمعنى المجازي السؤال على أنه إذا كانت المسألة مسألة عرفية فإنه إذا اشترى شيئا بالقرض فيقال له عرفا أنه مالكا هكذا حاب نسبة للحاجة الجواب المشهور شهرة عظيمة من الفقهاء ربما لا تجون من المئة فقه ربما فقه واحد بأنه بهذا الكيفية لا يكون مستطيع حتى إذا اختغض قرضا مثلا السؤال حول رأيتم لسعجدين الجواب نظروا في الباب السادة السابعة للمغني قوة قرآن آيات جارة هناك آيات سارة لذوي العقول وغير ذوي العقول يعبر براي النقل مع الناس بألفاظ وقد ذكرت مرة بأن اللغات والألفاظ لنقل المعنى أما اللغة العربية أكثر من هذا ولهذا في القرآن الكريم على ما ببالي بأنه استعمل لله شبحانه وتعالى استعمل من ضمير غير ذوي العقول تطارة يستعمل لغير ذوي العقول ضمير ذوي العقول وبالعكس وعلى ما ببالي في بعض المبارد يقول للتعظيم الآن الآية لم تخطر ببالي وعلى ما ببالي في القرآن الآية مباركة بهذا المعنى لا الآن الظاهرة بخلقة الغربية لا يجيزي مسلمة بل السعب الاسفل الحج أيضا اقترض وصجل اسمه لداء الحج فانه حين التسجيل كان مقترضا اما حين ما خرج اسمه ويكون مستطيعا حاليا فهل ايضا يقال انه مستطيع غير مستطيعا لا اذا كان حين ما خرج اسمه مستطيعا فالفعلية الملاك في المقام مستطيعا فالفعلية لا يقول موكلة تزوجت من موكلتي مثلا لبعض النفس لا يقول بعدين يقول قبلته لنفسي هكذا اي اي اجراء العقد لا اجراء العقد يقول زوجته موكلتي لنفسي كذا بعدين هو يقول قبلته خلاص نعم 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 السؤال حول التقدم والتأخر بالنسبة ل استغفر الذين بك ما تقدم وتأخر الجواب التفسير في الروايات الذنب هنا ليس والذنب الذي يكون معصية بل ما يحسبه الناس على النبي ذنبا فالمشتكون لم يكن ليقبلوا بعض الأمور على النبي صلى الله عليه وآله فيا رسول الله استغفر لما يراه القوم ذنبا اما اعتقده متأخر بالنسبة لما يراه المشركون من ذنبك سابقا وما يراه في المستقبل من ذنبك فالذنب هنا ما يراه المشركون ذنبا وفي روايات خاصة نعم من فضلك يعني انكيجتوا مشركين ذنب حساب الشرك بلي بلي روايات ذنبا لا هو القبول العملي قبول بلي السؤال هناك رواية على أن النبي صلى الله عليه وآله يخاطر أمير المؤمنين بأن الله حملني ذنوب الشيعة ثم غفرها لي في تفسير هذه الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر فأن يكون المراد هو الذنوب الاعتيادية الجواب هنا هذا هو تفسير الآية لأنه خلاف الظهر هكذا الحال بالنسبة لإمام مستر نجاح عليه السلام بعض الرواية وردت في هذا المعنى نعم نعم شلون شلون نعم 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 بعدين بنيت الكعبة على تلك الأرض ثم دحاها يعني مثل العجين اللي يجروا الله جر من تحت الكعبة الأرض وصارت الكرة الأرضية ومنها أرض كربلاء أرض الكعبة اللي بعدين بنيت الكعبة عليها هذه الأرض ابتخرت بأنها أول ما خلق الله من الأرض فجاء هذا النداء جاء للأرض من الله عز وجل أسكتي لو لم تكن قصدي أخلق كربلاء أقول أنت ما خلقت إيت هذه بالرواية ثم روايكم أنه يوم القيامة الأرض كلها الكرة الأرضية والأرض بعد ذلك الدحاها الله يطحن الأرض يطحنها فقط قطعة كربلاء يرفعها إلى الجنة أرض كربلاء في الحديث الشريف في نفس كامل الزيارات أنه ترفع إلى الجنة وتكون أفضل ترعة في الجنة أفضل قطعة بالجنة أرض كربلاء هذه الروايات موجودة عندنا السؤال حول الطلاق الذي يقع في بلاد الغرب هل يكون معتبر وحج؟ الجواب إذا كان طبق الموازين الشرعية بأنه كان هناك شاهدان عادلان ألم لم تكن في عادتها شهرية وأمثال هذه الأمور فلا أشكال من وقاء الطلاق كلما كان المطلق أو يجري صيغة الطلاق أما يازم أن تكون هناك الشروط متوفرة وإذا ما عدم العلم بتوفر الشروط فلا أعتباره في الطلاق الواقع فما عدم الشروط أو الشك في الصحة فأسوة الصحة لا يجي في المقاف أمثال غير المسلم يجري طلاق فأسوة الصحة لا يجي هناك فشارعا هذه المرأة زوجته ذلك الشخص الأول وإذا تزوجت مع شخص آخر فهي بطل العقد الثاني أما إذا حصل هناك أولاد فأولاد ليكون أولاد حرام بل أولاد شبهتين أولا أبدا باطل عقد أولاد شبهتين أولاد أولاد حرام أولاد شبهتين أولاد شبهتين أولاد السؤال من يقرأ صيغة العقل لنفسي يقول زوجت فلانا مثلا لنفسي فلا يلزم أن يقول قبلته الجواب الكلام ليس به بأس ولكن مختلط لغات هذا الشيء ولكن لأنه عقد النكاح وقال الإمام علي سام هو فارجون ومن هو يكون الولد والاحتياط في هذه الأمور جيد جدا أما على القواعد القبول العملية في المقام وهو أحرى وأحرى أن يحتاط فيه احتياط الشيء يخوف أما خب على القواعد سننظر الشيء في القبول العملية بدون مميق نفر ميتنا نفر ميتنا أدقبلا وغالبا ما قال الفقهاء أنه يلزم الذكر في قبلته وقال البعض بأنه لا يلزم في قبلته في المقام ولكن هذا خلاف الاحتياط وقال البعض بأنه يلزم في قبله وقال البعض بأنه يلزم في قبله وقال البعض بأنه يلزم في قبله فهي أرض مقدسة الجواب نعم هناك روايات في هذا المقام السؤال حول الأمر أخذ العلو شرطا فالأمر بالمعروف ليس فيه العلو فما هو الحكم الجواب انظروا المسألة في المغني قال العلو أو الاستعلاء الظالمون ما كانوا يأمرون أهل البيت عليهم السلام بأمور كانوا يأمرون لأنهم ظلما وعتوا ولم يكن لهم علو بل الاستعلاء في المقام أمرنا لي كذا بأن تقلنا علو لذلك قطع أما استعلاء دفتا نعم نعم يعني المغني دار لذلك علو يا استعلاء السؤال السؤال إذا كان هناك في المتعارضين رواية مجملة ورواية مطلقة فهل يتعرضان الجواب لم يتحقق تعرض هنا لأن الإجمال ليس فيه المراد واضحا لا تعرضني هذا مجملة تعرضني يعني مجملة أن نمدن يعني تعرضني تعرض ذلك هم إن مبين هم إن مبين تعرضني لا السؤال من توضع وكان الماء مثلا له ضرر لبعض العظام ثم تبين أنه كان ضرريا فحكم الوضوء ما هو الجواب البعض قالوا بعدم الإشكال وآخرون قالوا بالإشكال فقال عدة بأنه يشكل بأن لا ضرر فيه اطلاق فالعلم بالضرر ليس يشاطا في المقام صاحب العروة ذكر أربعة فرع وقال بأنه في الفرع لأربعة كلها صحيحة الوضوء فيها مثلا باب الصوم ومثاله ولم يشكل في الفرع الأربعة مضافا مضافا لأنه في باب لا ضرر العروة في باب الحاج قال بأن لا ضرر ولا حراج رخصة وليس العزيمة إلا الضرر الذي يحرم تحمله كالقاتل وتلف العضو والقوة وأضيف أنا التعريض للأمراض العظيمة كالتقات الباشا يتلافع عضو ويقو باشا إن يتراف حهم يسي يوم من السؤال على أنه من قال بأن لا ضرر قاعدة امتنانية فلا تشمل المقام بالنسبة إلى من لن يكون عالبا بكون الوضو له ضرر في المقام الجواب نعم لا ضرر فيه الاطلاق وهذا تقولون أنتم وهناك كلام آخر يقول عروة في الحاج بأن لا ضرر ولا حراج رخصة لا عزيمة ما جعل عليكم في الدين الحراج أي ما جعل عليكم فلستم مرزين بقبول الحراج فهو معنى الرخصة في المقام فصاحب العروة يقول لا ضرر ولا حراج كلهما رخصة وغالبا ما لن يحش التقواه في المقام في هذا المسأل يعني رخصة لا صاحب العروة لا ضرر ولا حراج هذروا بهم غالبا فقها ببن الحاش نا كال السؤال من كان محكوم بالعدام قبل أن يجرى عليه الحكم هل يتمكن أن يهدي أعضاءه البدنية الجواب على أنه نعم يتمكن ولكن بعد الموت الحقيقي وثانيا إهداء الأعضاء الداخلية للخارجين بنابراً المبلغ الجواب ونما نقول عضايا الداخلية مثل كليا وكبد وإنها لنه عضايا خارجي مثل كشم ومين وغوش وإنها بعد السؤال هناك شخص والد أعطى لولده المال والولد يعلم بأن هذا المال لم يخمس فما حكمه هذه الأموال الجواب الحكم ما أعطاه أبوه من بيت مال وسيارتين ومثال هذه الأمور فإذا كان يعلم الولد بأن هذا المال فيه الخمس فالخمس ينتقل إلى ذمته أما إذا كان هناك مورد مثلا للزواج والولد لا يعلم أنه أعطاه من المال الذي تعلق فيه الخمس أو من القرد مثلا القرد ليسه فيه الخمس وإن پتر نمیدونه این پدر پول كه درش خمس هست بشداده یا مثلا مورد قرد 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 خمس نداره ولو بعد از پول خمس نداره با اون ترفي قرد الاشكار لم يجب خلاصه هارجا هنا كلما كان له العلم بأنه المال الذي يعطي له من المال الذي لم يخمس بعينه فتكون في ذمة الولد أن يخمس ذلك المال أو ما وصل إليه من أبيه أو من فرد آخر لا فرق أما إذا لم يكن له العلم أو شك فيه فأصل صحة تجارية في المقام وصل الله ترجمة نانسي قنقل اشتركوا في القناة